لكم من جديد قال مراسل الجزيرة في اليمن إن القوات الموالية للرئيس اليمني قتلت شخصين من المعتصمين في مدينة تعز جنوب اليمن كما جرح ستة معتصمين برصاص هذه القوات وكانت تعز قد شهدت في الوقت سابق اليوم مظاهرات تطالب بسرعة تشكيل مجلس انتقالي في البلاد وردد المتظاهرون هتفات تدعو إلى إقالة جميع أقارب الرئيس صالح من مواقعهم العسكرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة